مرحبا برج السراطان اهلي فيكم في القراءة العاطفية عندنا كارت العربة هذي كارتك انت يا برج السراطان و كارتك خرج عندنا في مشاعر الشريك ثمان الاخصان و كارت الامبراطورة قاعد احسي هني ان انت حين هو يشوفك ان انت اللي تمكنت من مشاعرك انت اللي برهنت انك ما تحتاج لأحد انت اللي في النهاية ولو انك كنت ضعيف في اول الانفصال ولكن الحين اصبحت قوي و ابتعد عنه تمكنت انت صار عندك التمكن وهو اللي الحين ابتدى يخربط يشوفك يعني افضل منه حالا مشاعر تجاهك يبي يرجع بسرعة يبي يعوضك بسرعة بس مو عارف من وين يبتدي قاعد يخربط الامور مو بس يخربط الامور قاعد داخل في نوع من الطاقة اللي فيها ادمان فيها كثرة التفكير فيها انه يراقبك من بعيد وانت تنجح اشوفك هني انت قاعد تنجح وهو عنده مشاعر لازم ادخل في حياة برج السرطان مرة ثانية وارجع مكاني ابي ارجع الى مكاني احتمال انه ما يقدر يرجع الى مكاني الحين ولكن عنده الكثير من الافكار المضاربة تشويش قلق رغبة في ان يكون معاك بأي ثمن لان الامبراطورة تملك الكثير هي رمز للرخاء فمستعد انه يقدم اي ثمن يتخلى عن اي شخص حتى اي طبع اي شي كان في السابق مراد انه يعطيك اياه او متعبك عشان يعطيك اياه مستعد الحين مستعد الحين يتخلى عن كل شيء وكل شخص ويرجع على يرجع على عتبة بابك فمشاعره يتخلى لها الكثير من احس هني عدم صبر عدم صبر استعجال اشتياق السؤال اللي بعدها هل الشرك راضي وسعيد بعد الانفصال خلا نشوف هني الطاقة عندنا اربع الاخصان احس في البداية اول ما صار الانفصال حس انه سعيد حس ان حين انا خلاص قدرت اتمكن اني احصل على حريتي احصل على مكاني الخاص ما خسرت شيء بالعكس الحين الوقت المناسب عشان اخسر هذا الشريك هذا بداية ولكن الحين فعلا ابتدت مشاعر الخسارة مشاعر الندم انه يحس حتى نفسا انه هو الفاشل لانه ما ادري ليش احس ان الطاقة نعكست عليه في البداية كان سهل بالنسبة لانه يتخلى عنك ولكن الحين قاعد يشوف كل زملاء كل الناس القريبين مننا عندهم اشخاص عندهم حبيب فقاعد يشوف الاشخاص اللي في السابق قالوا لا يهمك برج السرطان لا تفكر فيه لا تتعب نفسك عشانه فهم الحين اهم اللي قاعدين يلحقون قاعدين يتعبون نفسهم عشان الحبيبي اللي عندهم فيحس بنوع من الخذلان نوع من النهوان طعن نوع من النقصة وعليه كان غبي لانه مثلا قالوا له طلق فلان او ابتعد عن فلان ولكن اهم علاقاتهم الخاصة حافظوا عليها مشاعر احساسه عشان شدي عنده رغبة بسرعة يرجع بسرعة يرجع بسرعة شدي مثل طقة الصبع يرجع كل شي خسره ومن ضمنها انت فيه اشخاص معينين فيه رفاق سوء هذا احس في هذا الكرد رفاق سوء ولكن للاسف انه هو لحد الان فارس الارض فارس الارض مثل ما تعرفون بطيء حذر قلق وعنده خوف وايد حذر وايد يمشي حسب الكتاب ابيض واسود بما معنى وضع المحيط فيه احين يبقى يرجعلك ولكن وضع المحيط فيه ان امور اللي تخص المادة اللي تخص مثلا الفيزا اللي تخص الاشياء العملية الوظيفة تثبيته في الوظيفة هاي الامور لحد الان ما ثبتت لدرجة انه تمكنه يرجعلك يرجعلك ويقولك بكل ثقة ان انا ابيك في حياتي مرة ثانية هنا قاعد اشوفه يبدد في اول لما اقولك رخاء اشوفه قاعد يبدد امور مهمة عنده في حياته قاعد يتصرف بتهور يتصرف بتهور عشان باي طريقة باي ثمن يرجعلك ولكن حقيقة الوضع انه هو ما يقدر ما يستطيع ماديا لحد الان مو متمكن لحد الان حتى ما يتمكن انه مثلا يقف ويواجه اهله يقف ويواجه الاخرين او على الاقل صوته يقول بشكل واضح انا اريد فلان وما رح اتنازل عن فلان مشاعره موجودة ولكن فعليا ما يقدر يطبق هاي الطاقة لحد الان ما وصل الى التمكن من طاقة الارض اللي بعد ما هي خطوتها القادمة من فارس الارض يصبح ملك الارض في حل واحد الحل الوحيد لما تكون انت اسست نفسك كونت روحك نضجت بما فيه الكفاية شايل مسئولياتك ما تحتاج احد تعتمد على احد عشان يوفر لك لقوة العيش ووفر لك سبول الراحة خلاص وصرت محتمد على نفسك وتحولت من فارس الى ملك تمكنت من طاقة الارض من الاموال حصلت على الوظيفة بعدين انزيل خطوة القادمة ان بعدين اهني يتحرك فعلا اهني يقف ويواجه اهني يقف ما عنده طاقة المواجهة كثير ما انه يقول لك انا الحين مستعد عشان اكون معاك انه يكون ملك بعض يكون مع بعض اكون الحصان الثاني في العربة يتمكن انزيل ام عشر السيوب في هذا الكرت احسى قاعد يقول لكلام الناس او يرمي كلام الناس كلام هذين الاشخاص اللي في البداية ما شجعوا انه يواصل معاك ويكون معاك يرمي كلام الناس وحتى ثقته فيهم وفي علاقاته بشكل عام هذين الاشخاص يرميها بعرض الحائط خلاص يتوقف عن الاستماع عليهم يتوقف عن ان يضل معاهم الخطوة الثالثة بعد ما يتمكن من طاقة الارض عندنا ملكة السيوف ملكة السيوف هي الانسان اللي تحب الحقيقة احسهني كأنه ما يفتح امامك التلفون يراويك اثبات براهين مو بس انه هو مستعد يعطيك هذا العرض الكبير عرض الزواج عرض العلاقة عرض الارتباط لا يبرهن لك يبرهن لك يخليك تشوف الادلة بنفسك يقول لك مثلا شوف محادثي يرسلك مثلا سكرينشوت او تصوير محادثته مع احد اصدقاعة مع احد من اهله مع احد كان يحاول يوصل كلام عليك يراويك يبرهن لك يفتح تلفون يقول لك شيك تلفوني يشوف تلفوني يبي يراويك يبي يوضح لك يبي يخليك انت ثق من مو بس مشاعره مستوى تمسكه فيك يبي يكتثق تعطيه الامان امية بالمهنية احسي يطالبك بالامان وعشان يطالبك بالامان رح يقدم لك كل شي تبيه ادلة اثباتات براهين يقول لك اختبرني وانت بعد النصيحة لك انه تختبره لان كل ما اختبرته عوده رح يقوى هذا الى حد الان عوده ما قوى وكي برج السرطان الحين ننتقل الى مجموعة العزاب اول سؤال من الشخص القادم في طريقك عندنا هني اول كارت بيجوب سوردز السيف الصغير هذا الشخص شوية مندفع شوية انفعالي ما يمكن انك ممكن هوائي ولكن اما صغير في السن او مقارب لسنك لانه ما عنده سيطرة كاملة على اندفاعاته على مشاعره على حتى ردات فعلا ممكن دلو جوزاء ميزان ولكن لا احسي هني طاقة برج اخر برج اخر اوه ما اخذ الجانب السلبي من الابراج الهوائية عشر سيوف ولكن مقلوبة ووراها عشر الاخصان بالضبط هذا الشخص يأتي من اسره متواضعة يعني متوسطة مو من اسره مرموقة ولا شي كبير ولكن طموحه جدا كبير لدرج انه ما قاعد يتوافق مع الواقع طموحه بعيد عن الواقع يعني لما تسأله شنو وظيفتك هو يقول لك الحقيقة هو وظيفته مثلا ممرض يقول لك انا دكتور انا اخصائي وظيفته جندي يقول لك لا انا مو جندي انا ملازم انا شخص قريب من انا ضابط انا شخص قريب من كل الضباط ما دري قاعد احس هنا ياخذ طاقة انه هو شخص لما يأتي يتكلم عن نفسه يتكلم عن اهله عنده مشكلة فقطه بنفسه عشان تديح حول يكبر نفسه عشرة سيوف مقلوبة يكبر نفسه في عين الاخرين يدع انه هو مثلا من قبيلة معينة يدع انه هو ينتمي الى انولد في هذه الدولة انولد في ذيك الدولة ما اخذ رداء مو رداء ولكن كل هاي الكلام اللي قلت انا ترى مو كلام سلبي هذا هو العيب الوحيد اللي اشوفه فيه قلبه طيب مشاعره صادقة ما عنده لعبة ما عنده خيانه ما عنده هاي الامور الثانية ولكن عنده جانب عدم الثقة بالنفس اللي يخليه شوي مواضح شويه يشوف نفسه بضوء مو حقيقي خلينا نشوف السؤال اللي بعده ما هي وظيفة وشكلها عندنا الهايروفاندي بالضبط يعمل في وظيفة فيها الكثير مؤسسة كبيرة مستشفى اهو مجرد ممرض فيها وزارة كبيرة اهو مجرد مراسل فيها مثلا او موظف عادي شنو قلنا هني جندي ممرض اوكي فهني كأنما بعد يعمل تحت في جيش في وزارة الدفاع في شرطة وهو مثلا رتبة عادية يقولك لا انا ضابط اه في نفس الوقت ثلاث الاخصان عنده رقم ثلاثة واضح وويد احسي هني طاقة الثلاثة مو طاقة معنى الكرت طاقة الرقم طاقة الرقم ثلاثة عنده مشكلة انه ما يخلص ما يخلص المشاريع اللي عنده وعلى طول يتوجه نحو مشاريع ثانية يعني ما يخلص المهمة اللي المفروض يركز عليها يقعد يركز في مهمة ثانية لازم يسويها بعد شهرين بعد سنتين عايش في المستقبل ولكن عنده الخماسي الاول هذا الشخص مستقبله راح يكون جدا مبهر في ناس عيشون طول حياتهم يتمنون انه يصبحون في مستوى الطموح مالهم وعيشون طول حياتهم ما يصبحونه هذا الشخص راح يصبح راح يصبح حتى اهو اول مثلا شخص في عائلته يحصل على المنصب الفلاني يحصل على الاموال الفلانية على قد طموحه على قد ما اهو الحين مبعثر طاقته عشوائية طاقته مواقعية على كثر ما ترى راح يعوض راح يحصل اما ما احس عورث احس على وظيفة على منصب كبير على شي جدا بزنس جدا ناجح يأتي ليه بالكثير الكثير من الاموال اموال ضخمة في مستقبله توفيق كبير توفيق الهي كبير لان قلت لك هنا قلبه ابيض قلبه ابيض ولكن مجرد افكاره مبعثرة انزين اه خلا نشوف شكله 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 مقبول او حتى وسيم شكليا ولكن مو وايد جذاب يعني فيه اشخاص شكلهم عادي ولكن لما تشوفهم تنجذب لهم فيهم شي بخصوص ملامحهم فيهم شي بخصوص تعابيرهم هذا الشخص اه هو قتلك بما انه عنده ازمة ثقة بنفسه شكله بالعكس وسيم ولكن ما يجذبك لانه مواثق مثلا وايد يتحرك وايد يسوي اشياء تستفزك هل هذا الشخص سيء انت اللي تقرر انت اللي تقرر تقدر تعيش معه رح تقبل عرضه اوكي لان يوم من الايام اشوفه هني واقف ما يملك شي فقير وبعدين يصبح شي وشي كبير فهل تريد ان تصبح انت معاه في هاي الحياة رح تطر انك تصبر عليه وهو في هاي الوضع اخر سؤال للعزاب كيف تتصرف معه اربع السيوف لازم تاخذه على قد عقله وتسايره ما في حل اخر مع هذا الشخص ذي قال لك انا ضابط تقول له اوكي لا لا تواجهها لا تقول له انت كذاب لا تقول له انت مفاهم انت غلط انت تحاول تبالغ ابدا لازم تسايره على الدرب اللي اهو ماشي فيه لان ترى الدرب اللي ماشي فيه ترى صح الناس يشوفونا غلط ينتقدونا يقولون ان اهوه متوهم بس رح حص الاموال في مستقبله حاول تاخذ السياسة احنا نقول بالسياسة بالاسلوب اللطيف باسلوب الهدوء باسلوب اللي اتدلعت غنجة توجهها في نفس الوقت بس بدون ما اهوه يحس ان انت تحاول تتحكم فيه طاقة الماء عندنا فارس الماء يعني تحاول بهدوء بمسايرة بدلع باسلوب لطيف اقناع باسلوب لطيف ودائما لازم يحسك ان انت حليفة مو ضده وما تعارضه مهم جدا لان هذا الشخص رح يكون عنده ولاء للاشخاص اللي عمرهم ما اذوه حتلوا بكلمه حتلوا بكلمه كانت لمصلحته بس ما قالوا لها رح يكون ولاء لهاي الاشخاص الخماسيين خليك مرن معه وفي نفس الوقت كأنه هني تتارو عندك خماسيين في يدك البقاء او الرحيل انت في النهاية اللي في يدك انه تبقى مع هاي الشخص تقبل عرضه او على الاقل كأنه مهني النصيحة لك اذا ما تقبل عرضه على طول خليك معه فترة عشان تكتشف عشان تشوف راقب راقب بدل ما تقول له اوكي خلاص رح اقبل عرضك راقب تفرج لفترة جرب جربه النصيحة لك هني انه تجربه قبل ما على طول انك تحاول انه تاخذ قرار نهائي بخصوص الموضوع انتقل حين الى مجموعة المرتبطين اول سؤال لكم حبيبي كيف يراك الشريك خمس الاخصان عندك اشياء تقلقك ولكن شريكك تشوف انه ما لها داعي مشتت تفكيرك قاعد تقلق نفسك وتشيلها ما لها داعي مثلا تفكر في اشياء انت ما تقدر تتحكم فيها مثل الجو مثل في اشخاص سيئين احنا ما نقدر نتحكم في الناس مثل في ناس يحاولون يأذون احنا بعد ما نقدر نتحكم في الناس هاي القلق شريك تشوف انه انت عندك قلق خلال هذا الشهر موجود وحاضر محب واثبت نفسك معاه ولكن ملك الاكواب يثبت نفسه عن طريق الافعال افعالك ما فيها اي غلط ولا اي نقص حتى ولكن كأنما شريكك تقول اهني اتمنى افتقد الكلام اكثر طاقة المشاعر اوكي طاقة المشاعر طاقة اللي ايه طاقة اللي اتبين له كأنا ما هني شاركه تقول انت يا برجي السرطان خلال هذا الشهر كأنك مشغول عني هل لحد الان انا الحبيب بالنسبة لك اذا انت تقول لا ايه بافعالك كل يوم وهو يقول انا مفتقد الكلام اربع الاخصان ام صاير شوي منغلق على نفسك يمكن خلال هذا الشهر تقوم بالعكس تقوم بكل واجباتك وموجود وحاضر جسديا موجود ولكن في امور شاغلة بالك ومنغلق على نفسك ما قاعد تشارك شريكك بكل المخاوف كل القلق كل الاشياء اللي السيئة اللي تشوفها طول اليوم مثلا تخاف تقولها ما تبت تقولها لانه ما تبت دعبة شريكك يقولك اتمنى انك تفتح لي قلبك وتخليني شوي اشيل عنك هذا الحمل والاشياء على الاقل لتقلقك انزل السؤال اللي بعدها ما هي نقاط قوتك في العلاقة عندنا كرت برج الاسد القوة قوتك انك قوي لا امزح قوتك ان انت مسيطر على ردات فعلك انت برج السرطان هادئ ومثل الاسفنجة تمتص هدوءك او قوتك تكمن في هدوءك بعض الابراج تكون منفعلة تخرج منها كلمات تخرج منها في اشخاص تشوفهم هنا حاول يأذونك انت والشريك او حاولوا او لهم تاريخ اسود ماضي اسود معاكم انت وشريكك عندك قدرة على المسامحة عندك قدرة ان تتحمل وجودهم في محيطك لحد الان شريكك معجب بهذا الشيء ان انت متحكم بنفسك متحكم بهدوءك النجمة ايضا من الميجور اركانا من الكرتات الرئيسية هذا كرت برج الدلو من نقاط قوتك ان انت جدا منفتح العقل خلا نشوف صفات برج الدلو انت شكلك بتاخذها خلال هذا الشهر منفتح العقل تعرف شلون تخلي الاخرين يحلمون يغيرون معاييرهم بدل ما يحط هدف هذه الشجرة يحط هدف هذه النجمة اعلى يطمحون اكثر يحلمون اكثر تقيدهم نوع من القيادة نوع لانك دائما كانوا قلونا النجوم كانوا البحار يستعينون فيها من اجل الابحار هذه ايضا من نقاط قوتك مع الشريك تزرع تزرع بذور صبور مع الشريك مو عجول ما تطالب الحين المفروض بالعكس تعمل مع الشريك تقدم وياه تزرع وياه مستعد انك تصبر عليه تعطيه لما اهو يكون ما عنده لما يكون محتاج انت تشيله طاقة اللي راح اشيلك لما تكون تعبان مو مشكلة انا فعلا شريكك من نقاط قوتك ترى شريكك قاعد يشوف منك هذه الصفة وقاعد ياخذها بعين الاعتبار يعني مو ناسي وقفتك معه اوكي اخر سؤال كيف التوافق بينكم خلال الشهر انت راح تكون قيادي اكثر خلال هذا الشهر عندك هني كارت برج الدلو عندك هني ملك السيو طاقة هوائية على طاقة هوائية راح تكون عندك يمكن مشاغل كثيرة هايلي عرضك لطاقة كذا شخصي شوشونك محاط بالكثير من الاشخاص عندك الكثير من المهام ووائد اشخاص يعتمدون عليك خلال هذا الشهر فهل هذا شي راح يأثر على علاقتكم لا لانا عندك الغصنين علاقتكم راح تكون قوية متينة مستمرة التعاون حتى يزيد فيها الدفاهم الانسجام الغصنين هو كارت الشريكين اللي يمشون مع بعض بانسجام تسع الأخصان التحذيره والنصيحة الوحيدة لك انه انت ما تنغلق عن نفسك بحيث انه هني عندك وايد مهام تب بتقول الاخرين انا اقدر اني اشيل هك لها ولكن لازم تشارك ولو جزء بسيط من هاي الهموم التعب مع شريكك راح اقول لكم قصة سمعتها في احد الوثائقيات تعرفون الاميرة ديانا وزوجها توقع الامير شارلز شلنا اسمه شارلز قصتهم المهم لما كانوا في بداية الخطوضة او بداية الزواج اخذ العبرة من هاي القصة انه الاميرة ديانا كانت مو متعودة على الاعلام والمصورين وهاي الكلهم اللي ينتظرونها عند الباب ما تقدر تدخل في السيارة كانت دوه خبر تعرفهم او زواجهم يبتدي كانت تقريبا ثلاثين اربعين مصور لما تطلع من شغلها تشوفهم جدامها وتعرفونها هي اميرة طيبة انسانة طيبة سوري ومو عندها حتى اي حب للمظاهر او التلفيق عشيقة او صديقة الثانية ما عرفش ان اسمها اللي حين تقريبا اكثر الناس ما يحبونها او يكرهونها كانت على وشك في مشاكل مع زوجها هي ايضا من العائلة قريبة من العائلة الملكية استقراطية شي جدي كانت على وشك الانفصال من زوجها وكان تقريبا في ثلاث اربع مصورين عند بيتها كانت الاميرة ديانا ما تقول الاميرة تشارز عن الصعوبات اللي تلاقيها الامور اللي تشوفها في يومها لانا تقول ما بي ازعلها ما بي اخلي شيلها ما بي يتعب غلط شفتوا الحداد لازم يضرب الحديد عشان الحديد يصير قوي بالعكس احنا نما اقول بالريح الريال احنا قاعدين نشيل من عندها بالعكس شي قوي احب ترى الريال انه يشيل المهام الصعوبة فهذهك الثانية بيّنت في عينه افضل منها من اميرة ديانا شلون؟ كان يتصل في الاميرة ديانا في محادثة معها يقول لها مسكينة فلانا تخيلي ما تقدر تطلع وتقوم بامورها اليومية ومسكينة انها عندها مصورين امام بيتها ثلاثة اربعة اميرة ديانا هني تستغرب وتقولها حتى ما قالت له هي تقول في الوثقة انا حتى ما قلت له بس انا استغربت منه لان انا كنت عند شغلي كلمة باطلع ما قدر اطلع ما قدر اتحرك كان عندي ثلاثين اربعين مصور شوفوا الفرق بين الرقام لكن الغلط في التصرف اوقات انتنيتك افضل انت المصاعب اللي تمر فيها اسوأ ولكن ما تتكلم ما تعبر انا ما اقول لك اشتك ما اقول لك لوم الشريك ولكن اشركه في امرك لازم يحس يقدر ان انت تمر باشيه صعبة وكلها متحملها ببراعة مالك السيوف بارع بارع يقول لك انت تتحمل الهموم وكل شيء والمسؤوليات ببراعة خلي قدرك عن طريق ان انت تتكلم شوف هذاك عندهم ثلاثة اربع مصورين ومسوية الموضوع قصة كبيرة وقعدة تلوم وقعدة هذا فحس الامير بتعاطف نحوها هذيك الاميرة ديانة كانت ساذجة طيبة نواياها طيبة فكانت ما تتكلم ما تقول فكما اصلا ما كان يهتم للمصاعب اللي تشوفها اهيه بحث انها جديدة على عالم العائلات الملكية وعلى عالم الاعلام والحياء اللي فيها ضجيج وايد واهتمام عرفته؟ لازم تتكلم هذي هي الرسالة لك خلال هذا الشهر عزيزي برج السارة وهذه كانت قراءتك العاطفية